اه زي ما كنا بنقول كده احنا عندنا اه زي ما فيه كوماند اسموروس ران اللي هو كان بيران النود اه فيه عندنا كوماند اسموروس لانش اللي هو بنستخدمه عشان اه نشغل بيلانش فايل فالتارت البوت سري ده اه والروبوت ده يعني عشان تشغله هتشغله عن طريق لانش فايل طبعا اللانش فايل زي وردي فيه ناس عملتها ومجهزاها بحيث ان انت لما تشغل الروبوت بتاعك يران على طول يعني يعمل في الجازيبو ويران ويران كل حاجة طبعا اه بعد الجزئية بتاعة والسوبسكرايبر حتقدر انت تعمل الكلام ده بنفسك يعني انت مش محتاج بقى تنزل ساعتها اجزامبل لطارت البوت سري انت هتبعمل الروبوت بتاعك وبالتست عليه تمام? وعمل اللانش فايل خاص بيك يعني. احنا طبعا فتحنا دلوقتي تحترمي من الجديدة. ما عايزين الاول اه من السورس للورك سبيس قبل ما ان ايه? خلننروح الاول للورك سبيس ليه كتك نورك سبيس. بعد كده اس ار سي. لا مش اس ار سي بقى هنرجع. مش عايزين حاجة من اس ار سي. انه هنعمل سورس للسيتاب دوباش. انبا سورس. ديفل. اه فكرة اه ديفل سيتاب دوباش ده. اه ديفل دي الباص. يعني اللي هو الديفل اللي موجود في الكاتفن وورك سبيس في فولدار اسمه ديفل. تمام جواه? فيه فايل اسمه سيتاب دوباش. فاحنا بنكون احنا بنعمل احنا بنعمل سورس للفايل ده يعني انها بنعمل له كل كده عشان يشتغل. عن طريق سورسنج ده الروس بيشوف الورك سبيس. فانتو حتى لو فتحته هتلاقوا الفايل ده موجود يعني. نعمل سيتاب دوباش. تمام? بعد كده اه عشان تشغل الطارت البوت سري. الطارت البوت سري في منها اه سري موديلز زي ما قد نقول فيه بيرجر وفيه وافل وتقريبا فيه هو في تمام? تلاتة تلاتة موديلز فانت لازم الاول يعني تبعد في الترميل تاكسبورت نوع الموديل اللي انت عايزه. ده اوبشن كده هم عاملينه في اللانش فايل قبل ما ان انت لازم تحدد يعني نوع الموديل اللي انت عايز تشغله وهو هشغله لك بنفس اللانش فايل. يعني لو جينا كده ده اللانش فايل على فكرة. لو جينا بصينا على الكماند. يوم. اللي اقبر لكم الترميل. حيث نشوف الكماند كويس كده بالراحة. انا الكماند بيقول ايه روس لانش. بدأ كنا الاول بنقول روس ران. تمام? بقى روس لانش عشان هتشغل لانش فايل. وبعد روس لانش نفس الفكرة بتكتب اسم الباكيج. فالباكيج في الحالة بتاعتنا دي اللي هي طارت البوت سري اندرسكور جزيبه. تمام? عشان هتشغل الروبوت في السيميريشن. او عامل باكيج اسمها طارت البوت سري اندرسكور جزيبه. وجوه الباكيج دي في بقى لانش فايل. بالاسم ده. اللي هو طارت البوت سري اندرسكور انبيتي وورلد. تمام? ده هيشغلك طارت البوت سري يعني في وورلد فاضي. في لانش فايل تاني بيشغلو لك في وورلد تاني كده زي في ميزة او حاجة شوية كده هنشغلها دلوقتي. لو جينا شغلنا كده. وهيشتغل لان انا عامل سورس اللي البتاع ده في البلاش عرصي. هنعني ليه بيشتغل معنا? طبعا انت لو جيت عملتها عندك اجاز يا ده دي اطارت البوت سري. انت لو جيت شغلت الكومن ده عندك اجاز مش هيشتغل معاك. تمام? انا عامل مغايرة انا حاجة عندي. عشان نخليه اشتغل اوتوماتيك. بس انت عشان تشغله عندك. لازم الاول. هتلاقي عندك حتى بيقول لك انت مش محدد لنوع الموديل. لو جيت تجرب هتلاقي بيقول لك لازم تقول لي الموديل اللي انت عايز تشغله الاول. تمام? فطبعا انا عامل كنترول سي عشان نقفل. فلازم تعمل الاكسبورت ده. ده بيكسبورت الموديل بتاعة تارت البوت سري. او بيكسبورت تارت البوت سري موديل. الموديل اللي انا بعمل له اكسبورد دلوقتي اللي هو بيرجر ده. تمام? انه هشغل اللي بتاع بيرجر. تمام? وبعد كده هشغل الكماند اللي بعده. هلاقي تارت البوت سري عندي جازيب وفتح وجوها فتح الموديل بتاع تارت البوت سري. طبعا هي بيبقى بيبقى وجود فيه ليدر عالتارت البوت سري ده موجود طبعا زيان تقدر دلوقتي تتحكم في في تارت البوت سري دي تردد تحركها تعمل اي حاجة انطايز.